وفي ذات الملف عبر المخول بإدارة صحة صلاح الدين الصيدلاني خالد برهان عن مواصلة تحسين الواقع الصحي والدوائي في عموم مستشفيات ومراكز المدن الطبية من خلال توفير مختلف الأدوية التي يحتاجها المرضى وتوفير الأجهزة المتطورة وبما يحد من معاناة المرضى بكافة التخصصات مشيرا إلى التحول نحو العمليات الكبرى في القلب ومعالجة السرطان بأحدث الأجهزة العالمية الواقع الصحي في محافظة صلاح الدين جيد جدا مؤسساتنا الصحية متوفرة فيها جميع الأدوية جميع الأطباء المتخصصين نجري عمليات بصورة كبيرة عمليات أيضا هناك عمليات متخصصة فوق الكبرى وكبرى بالإضافة لعمليات متخصصة في القسطرة القلبية هناك عمليات نجريها من تفتيت الحصة هناك يعني مراكز تخصصية عندنا مؤسساتنا الصحية مراكزنا الصحية تقدم الرعاية الصحية الأولية إلى المراجعين اللي يراجعون هذه المراكز مراكز أيضا الوحدات الأسنان متوفرة فيها جميع مواد الأسنان مركز تخصصي مالأسنان ضفنا بيه موضوع يعني مواضيع متخصصة مثل مسألة التقويم الآن موضوع التقويم متوفر في المركز تخصصي كل أيضا موضوع العيادات الشعبية الآن العيادة الشعبية وفرنا بيه الأدوية منها الخاصة بالإضافة أنه يعني إن شاء الله بالفترة المقبلة رح نوفر هناك علاجات متخصصة مزمنة رح إن شاء الله عندنا صلاحية أنه توفيرها من الأسواق الخاصة موضوع الأسعار طبعا إحنا ماشيين موضوع يعني مشروع التسعيرة اللي هي تتبنى وزارة الصحة دائرة العيادات الشعبية وقطعة شوط كبير بفحص وتسعير الأدوية إن شاء الله خلال يعني خلال سنة رح تكون جميع الأدوية في الصيدليات هي كوية مسعرة يعني الوزارة الصحة ألزمت المكاتب اللي تستورد هذه الأدوية بعد فحصها أنه تضع اللاصق التسعيرة ويعني قبل ما تبيعها إلى المذاخر إن شاء الله الأسبوع المقبل رح يكون التشغيل الأولي للعلاج بالإشعاع لأول مرة يعني ننطل المرضى المصابين بالأورام السرطانية للعلاج بالإشعاع جميع الأدوية السرطانية متوفرة في مركز السرطان ما عندنا أي مشكلة في توفير الأدوية أي مراجع اللي هو يراجع ومصاب بهذا المرض وعنده إضبارة خاصة يتم إعطاء العلاج وما عندنا يعني ما عندنا أي نقص بأي نوعية من الأدوية حاليا في الأدوية السرطانية اشتركوا في القناة